نتابع حلقتنا ولو قد ما تأزمت على الساحة السياسية الساحة الثقافية بتضل نشطة وبهالإطار رح ننتقل إلى صالة عرض إكزود لنتابع المعرض للفنان التشكيلة جوزافة اللوغي أكتر من 30 لوحة شاعرية مزجت بين الأصيدة والفن التشكيلة وتفاصيل بها التقرير من الطبيعة المحاطة فيه من شبك منزله بكفية المطلعة لأجمل مناظر والألوان من نفسيته الإيجابية والحلوة استوحى الفنان جوزافة اللوغي لوحاته وألوانه لوحات شاعرية أشبه بالقصيدة حملت كل واحدة مننا عنوان مليئ بالأحاسيس ليكون أخذ معرض إلو قصائد معرض ضم 30 لوحة متعددة الأحجام تغيط عليها الألوان الزيتية والأكريليك لوحات شاعرية غنائية بتفرح النفس وبتريح المشاهد لأنه أنا بطبع متفائل كتير وبحب الحياة وبحب الحركة وبحب أنه دايماً واحد يكون عنده النظرة الحلوة للأشياء يشوفها من الزاوية الحلوة تانياً لأنه أنا عندي المحترف بكفية بيطلع جنيني يعني عندي دايماً هالخضار وهالشجر وهالطبيعة وهالزوق الألوان كتير رائعة على طول بيعمل معارض دورياً كل مرة بفجأنا بشي جديد كل مرة فيه طريقة معينة فيه أسلوب فيه استرد وهذا الشي اللي عم يشوفه باللوحاته وهو نضال طويل بحب يحكي عن إحساسه هي بالفعل كل لوحة هي قصيدة بحث ذاتها إلى جوه الخاص إلى ألوانه الخاصة تكستير طبعه عملت تحكي بمعنى بطريقة خاصة معرض قصائد لتحول لمصغر عن حديقة الفنين جوزافة لوغي لوحات غنية بالألوان والطبقات ألوان عم تتميل تتشابك وترقص بين بعضها ألوان دخلها أوراق شجر لتجسد طبيعة مثل ما هي والتي تنقلها إلى صالة عرض إكزوت بمنطقة الأشرفية بمعرض جديد نطلق مستمر لغاية 12 تشين التاني عمالوا هالعرض يوم عجبتني كتير فيه صور بتفضل على غيره مثلاً اللون الأخضر بكم لوحة بيعجبوني كتير معواضيني علي ما يعمل إلا أشياء حلوية اللطفة وأخلاقه ودسامة طلطة مش ممكن تعمل إلا أعمال حلوية صحية أشكال لونية مغلفة بالضوء مشان هيك تحسيها عم تلعب اللوحة